حمادي شو المميزات اللي موجودة بالإنفنت ماني كورد فيها مميزات جدا جدا حلوة وحصرية مو موجودة في أي بطاقة ثانية الأولى سريعة الإداع بمعنى لو أنا اليوم رحت أي أي محل وحبيت أستخدم العملات رقمية أدفعها وفي نفس الوقت أقدر أودع المبلغ في البطاقة في نفس الوقت رح يكون العملات الرقمية موجودة في بطاقتي وقدر أستخدم في نفس الأحضر أكسس سريع أكسس سريع زائدا السكيور الأمانة اليوم أقدر أستخدم هذه البطاقة في أي مكان في العالم يقبل فيزا لكون هذه البطاقة فيها أوردي علامة الفيزا فأقدر أي مكان في أي صراف في أي جهاز في العالم يقبل الفيزا فهذه البطاقة أوردي تقبل فيها فالسكيوريتي موجود الأمان موجود زائدا الميزة الحلوة اللي أحس فيها بالبريفليج بعد الميزة باللاكجيري أن هي أنليمتد من المواقف اللي صارتني أنا قبل تقريبا سنة أن أنا رحت على محل أو ليس سنة قبل تقريبا أقل من سنة تقريبا رحت على محل الفي في مدابون في البحرين وكانت عندي بطاقة عادية وكنت حب أشتري شنطتين وكان المبلغ فوق الليمت فحطت موقف محرج يعني وقتها وما قدرت شتري الشنطتين قدرت شنطة واحدة بس فاليوم عن طريق هذه البطاقة أقدر أشتري اللي أبغي بأي لمت بدون لمت بمعنى لو أنه بروح المكان بشتري سيارة بيت في هذه البطاقة يمكن أن تسواب بس عن طريق سوابنغ خلاص وشو أغلى شيء أنت شتريته؟ أغلى شيء شتريت تقريبا وهو ذهب بقيمة 20 ألف دولار أوه أوكي بشخطة واحدة استوت واو نعتبر أنه هذه ميسج من حمادي للناس أنهم يبدوا يتعاملوا مع الأنفل يخوف وما في داع أنهم يترددوا بالموضوع أبداً أبداً أي شخص أوردي بيتعامل بالعنات رقمية بالكريبتو رح يحتاج هذه البطاقة هي الطريقة الأسرع والأكثر أمان وبدون لمت يقدر يحول أي مبلغ أو أي أست كريبتو على هذه البطاقة في نفس اللحظة أوكي والحلو الأحلى فيها بعد لا يحضر لنظيفة إنه لا يوجد رسوم علىها وقتاً عندما تصرف أو عندما تذهب لتشتري أغلب البطاقات الطرفين يأخذون فيس أو حتى البنك نفسها بإستخدام يأخذ رسوم لما أنت تذهب إلى أماكن غير البلد فيها أو غير المنطقة فهذه إنترنشونال وبدون فيس لا يوجد عليها فيس إلا الإيداع فقط أما في الاستخدام لا يوجد فيس جداً حلو ترجمة نانسي قنقر